بسم الله على بركة الله. بدأوا في الدرس دينا. نتمنى التوفيق الجميع. واحطف بالكم اخواتي بان دابة درس اللي كنديرو يعني قدروا ما نعودو مش. بالنسبة الدرس ديال الكويا درناهم من قبل عدة مرات. وكنتمنى انكم كاملين توفقوا فى الدرس هذا يعني تعطيوه وقتو يكون فينيسيوم زيان بخصص سرق زولي على الاخر ديال الدرس. المرحلة ديال الكويا وفينيسيوم يكون دكشين فينيم زيان. يعني حاولوا اخواتي انكم ديروا هاد درسة دا لحقوه وطريقه. الله يوفق الجميع بالتوفيق للجميع. النصائح اللي غادي نعطيكم اخواتي على هاد الخطوط هادو. حاولوا انكم جيبوهم مدكوكي مزيان. يكون طرز ترقيق وفي المسوق يكونوا مدكوكي مزيان. باش يجيك كاخت مستقيم حاولي توركي مصبعك مزيان على التوب. يعني توقي مزيان بصبعك الداخل في المرمى على التوب. باش حاولي ان يجيك الخط مستقيم. ما يجيش هكا من زجزاك بزاف. بنسبة الثاني نصيحة نعطيها لكم هي الطرز يجي ومواصل مع بعضياتهم. يعني الخط من الرأس تل الرأس. يعني عندو زعليه بتشنيف وغندو زعليه بالوريضات. حاولوا انه يجي من الرأس تل الرأس. يعني بحال مثلا. شوفوا معي هنا هاد المربعة هادو. لحتي يعني في تطبيقات اخرين ديال الاخوات ينسوا بزاف ديال الخطوط ما كيوصوش البلايس هوم. بزاف ديال المربعة كيت نسوا يعني حاولوا انتو ما عارفين بان الرأس غايت كوا يعني خس كل مربع يكون كامل وكل خط واصل بلاسة حتى البلاسة. غادي نمشي هكا الخطوط كاملين يعني واحد الاتجاه لاحظوا معي هاد الاتجاه هادا كامل غادي نكملوا عاد ندوز الاتجاه الاخر. كده ما كان نسحت شي خط يعني الخطوط كاملة كان مشيها بكي بقى ليحت شيخط يعني نحاول ان نوصل من الخط من الرأس. لاحظوا معي هنا المربعات وخار خطوط صغيرة ما كان نسحت شي خط. لبا غادي ندوز الاتجاه المعاكس. نفس الشي اخواتي حاولوا خطوط يأتي من الرأس للراس والخدمات يجي متكوكا مزيان. 1 2 1 2 2 16 المرحلة التي تشد الوقت هي المربعات دباء بقولية الوريدات سوف نحاول نخدم هذه الوريدات على شكل القلب سوف نخدم كلها نصف بوحدته لكي لا يكون فيها تدوار مرمى بزع سوف نفتح العرض لكي لا تتعرض طريقة بجيء كل القلب يعمل على جوش وكي تكون لديكم قوة ملاحظة كل نصف القلب نشده لكي لا يكون لديها تدوار مرمى سوف نخدم الوريقات كل الوريقات سوف نخدمها قدامي وقفها نخدمها بطريقة عادية سوف نحاول نتعرض من تحت ونقسم العرض ونقسم الترز على الترز لكي تتعرض من الوريقات لكي تتعرض من الراس لاحظوا معي كيفاش الفوق في الراس كانت تلع على الترز فوق الترز سوف نكمل على الوردة لكي تتعرض من الوريقات سوف نحاول فوق الترز لكي تتعرض من الوريقات لكي تتعرض من الوريقات دعموا امرات الشنف شخص تحتاج الى عملاء مدى تحتاج الى الان يجب ان يجب ان يجب الشنف لا يجب ان تجد المقاطع ارتفاع مدى تشنيفة الورداء هذا القلوب كان يتساعد يجب على الطرز تساعدك بالعكس تشنيف كاما تشنيف تشنيف تحديث تشنيف تحديث تشنيف تساعد تطبيق تباق عليه. على على التشنيف مزيان. هو تشنيف مجيش بشكل مستقيم يعني كل تشنيفة تاخذيها قدامك واقفة. واحده معايا. هادي ندور المرمى. هنعون شد تشنيفة لوليا هزعمة بشكل مستقيم قدامي. لاحظوا معايا التحتانية وكذلك سهيخ ستكون وقفة قدامي هذا اللي غادي سهل عليا شوية أنني نخدمهم. هادي المرحلة المهمة في نظاري. هنا يصلحت الطرز ديالي مزيان ونقيته مزيان. لاحظوا معايا هذا الظهر ديال الطرز المربعات مكينش الخيوط. الطريقة ديال غادي نوريكم شو الطريقة. هادي الطريقة اللولانية. يعني ملي كيكون عندك اللون في اللون. يمكنك تكويب هالطريقة هالي. يعني وخا يكيبقى شوية الحرق مكيش باين حيث كيكون اللون في اللون. وكوية اخواتي حاولوا انها تكون متوسطة الحرارة. ما تكونش سخونة بزر. يعني غي تحسو بها سخنات حيدوها من الضوء. وبقو خدامين بها هكذا. وخي ما شف وخي ما لاسقش في الضوء. كتحسي بها عوداني ما بقى كتكوية لك. عود يديرها في الضوء. يعني الاقترب من اللين تيام حيدها من الضوء. خدامة بها. اكثر من اللين تيام تسقها هذي لك انتم طبعه كويه كتسخون بزر. هادي هذه الطريقة اللولانية تخشي الراس الكوية و تحاول تقديم على القناة و تخشيها يبقى القناة المربعة تحاول انك تنقيهم هذه الطريقة الثانية التي نفضلها أنا بالخصوص إذا كانوا اللون ماشي بحل لون يعني اللون اللي تخدمي به اللي ترزي به أو الليلة كانت تسقلي هذه الطريقة تحاول لا تقشي جناب الطرز و لا تحرق إذا كان لديك تسقلي بالنسبة للحرير لا تحرق ولكن هذه الطريقة تتفيني مزيان نحضو معي ندور على جناب الكارويات يبقى عندي طروفة بحلقة أنا أفضل هذه الطريقة بالنسبة للمربعة اللي خدمنا اليوم هما متوسطين ماشي مربعة كبار و ماشي مربعة صغار مربعة صغار خلاص هادوك من أسهل ما يكون كتشغير رصدية الكوية موسيقى 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 موسيقى